بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين أخيرا مشكلة الطلاب بتوع الجامعات اتحلت ولكن للأسف قرارات صعبة شوية يجب على كل طالب تحملها واتركوا الخيار للمجلس الأعلى للكلية نفسه هو اللي هيحدد الخيارات أول حاجة طبعا نحن عارفين الاجتماع ده كان بتاريخ النهار ده 18 أربعة بشأن ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة يعني إيه اللي هيحصل فيه امتحان الترمي التاني بالنسبة للكليات والامتحان بالفصل الدراسة الثاني طيب أولا المجلس بدأ يستهل يعني يبدأ الجلسة بتاعته يقول الحاجات اللي حصلة أن احنا علقنا جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات يعني ما فيش دراسة ما فيش امتحانات على أساس الحاجات دي فيها اجتماعات وإحنا مش عايزين اجتماعات علشان الناس الدولة عاملة خطة شاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ونقش المجلس كافة البدائل المتاحة بدأ يقول لنا بقى إيه اللي هيتم وإيه اللي هيحصل لاستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الآتية إيه المتطلبات اللي هيحققها؟ طبعا هو بيقول لي في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب الإجراءات يعني إيه اللي هيتم بالزبط حرصا من المجلس بقى على استكمال الفصل الدراسي التاني قادي بقى هنا الحتة اللي تدعبه استكمال عايزين يكملوا الترمي التاني وتغليبا لمصلحة الطلاب على أساس إن الموضوع ده في مصلحة الطلاب نفسهم إنه لازم يدرس المقرر كاملا والمنهج كاملا علشان ما يدرش بمستقبله يعني ويبقى فاته الجزء العلمي ده لو إحنا نجح نبناء على درجة الترمي الأول يعني تمام؟ طيب وحرصا على سلامة الطلاب وسلامة أعضاء هيئة التدريس مش هنقدر نعمل تجمعات علشان إحنا عايزين سلامة ده وسلامة ده أما اللي قررته أولا أول قرار استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اللي هو في النت واستخدام النت يعني حتى يوم الخميس تلاتين اربعة يعني معانا لنهاية الشهر اللي إحنا في ده لكل الفرق الدراسية ما فيش استثناء وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب يعني طالما فيه دكتور بيحاضر وفيه محاضرات انت بتاخدها من عن طريق الإنترنت يبقى كده ده محسوبة تبع فترة الدراسة طيب ده أولا يبقى أول حاجة هيكمل المناهج ثانيا ثانيا بالنسبة للطلاب فرق النقل بجميع الكليات النقل مش النهائي يعني مش اللي هم ربعة كلية لا ولا كليات انا كلية تلتا كلية يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المقرر عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع ما فيش شفوي ما فيش امتحان عملي ما فيش امتحان مش عارف ايه طيب والدرجة بتاعته لا تستبعد لو امتحان من 100 والعربي والعملي أو الشفوي علىها 30 خلاص إلغي 30 وخلي امتحان من 70 تمام في السنوات الدراسية المجموع الترقومي ويستبدل بتلك الامتحانات بناء على قرار من مجلس الجامعة هتعمل حاجة من الاتنين اللي جايين دول يعني الموضوع ده هنبدله بحاجة من الاتنين اول حاجة اعداد الطلاب لرسائل بحسية مقبولة يعني كل الطلبة تعمل بحس مقالة بحسية مقبولة اللي هو المشروع البحسي في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل يعني تعمل بحسة في الحاجة اللي انت درستها الترمي التاني فقط ويكون لكل جامعة مش مش حاجة وخلاص بقى لا كل جامعة تمام وضع معايير وضوابط وشروط وقواعد لازمة لتقييم واجازة تلك الرسائل على اساس ان الدكاتر يعودوا مع بعض وكل واحد يحط سؤال في مدته ويقول لك خد البحس عمله هوا تمام تمام المقدمة للجامعات بدقة الطلبة لازم تعمل الموضوع ده بدقة والجامعة ما تقبلش اي رسالة ثبت اقتباسها لو طالب نائل من طالب لو بحس زي بحس الاتنين ما يتقبلوش تمام ونقلها من رسالة اخرى كليا او جزئيا يعني اذا كان فيها كلها زي بعضيها او يدوب جزء منها زي التاني لا مش هينفع انها تعد مجرد نقلا لما ورد باحد المقالات او الرسائل وده هيترفضوا الاتنين البديل التاني يعرف من البديل الاول البديل الاول هتكتب بحس البحس ده هتكتب بدقة الكلية اللي هتحدده لك وفي نفس الوقت ما تقتبسوش من حد لا كل ولا جزئي طب الاختيار التاني الاختيار التاني عقد اختبارات الكترونية للمقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل امتحانات الكترونية وانت في البيت برضو تمام طيب للكليات او البرامج الدراسية الملتحق بها اعداد محدودة من الطلاب ويتوفر لديها البنية التحتية والامكانيات التكنولوجية التي تمكنها من اجراءات الاختبارات الكترونية لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توفر وسيلة التواصل الالكترونية لدى الطلاب واكيد هيرفضوا ده علشان مشكلة التواصل الالكتروني والامكانيات التكنولوجية الصعبة وفي ايا من البديلين سواء الكلية عملت ده او عملت ده لا ترسل درجات الطلاب وانما يعد الطالب ناجح او راسب طب ازاي يا جدعان طب انا جيد ولا جيد جدا ولا ما تعرفش قالك يا ناجح يا راسب بس يروح السنة اللي بعدين وعد انه بنحدد له طيب في حال عدم قبول الرسالة البحسية لو ان البحث ما تقبلش بتاعك تمام اللي هو هتعمله ده التي اعدها الطالب في مقرر او اقصر او حال عدم اكتيازه للاختبار الالكتروني منجحش تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة اخرى بذات الوسيلة سواء بعادة التقدم بالرسالة اخرى او عادة الاجراء لاختبار الالكترونيا بحسب الاحوال يعني ممكن بقولك لا راح عمل البحث غيره وتعالى او ممكن بقولك لا هنحدد لك امتحان الالكتروني تاني تمام واذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية او منجحش في الاختبار ده للمرة الثانية يعتبر الطالب راسب في تلك المادة وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة ان هو يعيد السنة يعني تمام ربنا يوفقكم جميعا تلتزم الجامعات باعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية البحثة تعمل في كم ورقة وعن موضوع ايه والاسئلة فين وهيلزم ايه ومطلوبة نقش ايه كده يعني بما في ذلك ما هي تلك الرسائل عن ايه البحثات دي تمام والجداول هنعملوا امتى وفوقت قد ايه طرق التسليم هنسلموا فين وازاي وكافة التفاصيل والموعد المقررة للاختبارات الالكترونية في موعد اقصى يوم الخميس الموافق 7-5 يبقى يوم 7-5 تكون انتهينا من الموضوع ده تمام على ان يبدأ تسليم تلك الرسائل او عقد الاختبارات الالكترونية يا الطلب يكونوا جاهزوا بحثهم يا في نفس الوقت يكونوا عاملوا الاختبارات الايه الالكترونية على ان تعمل الجامعات على سرعة الانتهاء من تقييم تلك الرسائل ينجزوا ويخلصوا تمام بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية زي كليات الطب والحاجات دي والتربية الرياضية او اكلينيكية او اجراءات امتحانات عملية تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات الاكلينية او العملية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة التعليق الدراسي كده كده يركنوا شوية يعني مش دول مش زي الناس يريحوا شوية او في بداية العام الجديد مع وجوب اكتياز استكمالهم لتلك التدريبات وتستبعد الدرجات مفيش درجات في الموضوع ده التي كانت مقررة تلك الامتحانات من المجموع الكل للدرجات ويعد الطالب ناجحا او راسبا نفس الموضوع ناجح او راسب فقط على الا يحول عدم اداء الطلاب للامتحانات العملية من انتقالهم للفرقة الدراسية الاعلى مع عدم الاخلال بوجوب استكمالهم لتلك التدريبات لا ما ينفعش يعني ان انت توديه السنة اللي بعدها غير لما يكون كمل التدريبات بتاعت دي تمام؟ ومفيش تقديرات نجاح وصقود بس وتتولى كل جامعة وضع الاليات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك ايه الاليات والضوابط يعني خمسة خمسة عشرة عشرة المهم كل واحد يبقى بعيد عن حد كده عشان نتجمع عنه وكذلك الظروف الخاصة للطلاب الوافدين يعني اوقات نظم بقى الصبح السعكام والظهر السعكام والبغرب السعكام الذين قد تحول دون حضورهم اللي هم الناس اللي هم ايه يعني الناس اللي هي بعيد دي اه اشتغل معها الالكتروني اللي هي سفرت مسلا تمام بالنسبة للامتحانات التي اديها الطلاب في الفصل الدراس الاول يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي التي اداتي لامتحانات بناء عليها مما في ذلك اضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الامتحانات للمجموع الكلي للدرجات في كل السنوات بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة سواء المواد منتهية بالفق يعني سواء كانت المادة ترمة اول بس او الترمين على بعض تمام ده ثانيا كله سالسا بقى بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية ربعة كلية وسبعة كلية في طب وخمسة في هندسة وصيدلة وسادة في صيدلة يعني السنة الاخيرة بمعنى صح تؤجل الامتحانات التي كان مخرر عقدوها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقرارات هذا الفصل لحيل الانتهاء من فتر التعليق الدراسة يستندوا لما ربنا يرفع الوباء علشان كده كده هيمتحنوا مش نلعب معهم دول بقى تمام زي ثلثة سنة وكده انتهاء فتر التعليق الدراسة ويعهد للجامعات وضع الجداول اللي هي اللي تحط والضابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منحة طلاب فتر زمنية ملائمة لإجراء الاختبارات اديهم وقتهم وكل حاجة عادية يعني وتقدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدول لتزليل أي عقبات تواجه هؤلاء الطلاب ده مش تابعنا رابعا بقى وأخيرا بالنسبة لطلاب الدراسات العليا طلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقرر للحصول على تلك الدرجات وفقا لما تراه بعد انتهاء فتر التعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية وخامسا قرر المجلس الأعلى تشكيل لجنة اللجنة دية برئاسة الدكاتر الآتي أسماءهم دول هم قدامكم تمام انه هم هيتولوا متابعة تنفيذ القرارات المجلس الأعلى المقدم ذكرها وتلقي اية استفسارات من الجامعات تتعلق ده مش لكم انتوا بقى كده موضوع الطلب انتهى ويا رب يوفقكم يا رب ان شاء الله ياريد تخبروا كل زمائلكم يعني شارعوا الفيديو والسلام عليكم ونحب بارك